تزوج فادي من فتاة طيبة القلب كانت تحبه وتهتم به وكان عيبها الوحيد خوفها من الفئران والقطط وكلما دخلت قطة الجيران عليها صرخت بأعلى صوتها وارتمت في حضن زوجها الذي كان يفرح بذلك كثيرا وفي يوم حدث بين الزوجين سوء تفاهم فخاصم فادي زوجته لمدة شهرين لا يكلمها ولا يأكل في البيت وكلما حاولت التصالح معه وذكرته بقول النبي استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان كان لا يهتم وفي ليلة أخبرها بأنه سيسافر صباحا ويغيب لمدة أسبوع في رحلة تابعة لعمله فترجته وطلبت منه عدم السفر لأن الحملة يتعبها وتشعر بانقباض في صدرها ورغم إلحاحها سافر رامي رغم أن الرحلة لم تكن مهمة إلا أنه أرادا له خصوصا في وجود السكرتيرة الحسناء التي ستكون في الرحلة عاد رامي من رحلته فوجد زوجته غاية في الحزن وعلم بإجهاضها فحزن وشعر بتأنيب الضمير ولكي يخرجها من حزنها حمل قطة الجيران وألقاها أمامها لتخاف وتركض لأحضانه فوجدها لا تهتم ولا تتحرك بل وتحمل القطة وتخرجها ثم وجدها تنام وحدها وهي التي كانت لا تستطيع أن تبتعد عنه لمتر كما أنها لم تعد تسأله إن كان الطعام مالحا خوفا على ضغطه فقد اعتادت على أكله بالخارج لأكثر من شهرين وبعد أن كانت لا تكف عن خلق أحاديث معه أصبحت صامتة في وجوده منشغلة بقراءتها لقد كانت قبل زواجها تقرأ حتى تنام ومن أجله هجرت القراءة حتى لا تزعجه بالضوء وها هي تعود لقراءتها على الأضواء لقد شعر رامي عندما خاصمها بأنه انتصر لكنه في الحقيقة خسر القلب الذي عاش لإسعاده وذلك عندما طال خصامه رغم اعتذارها له لإرضائه على ذنب لم تفعله ولكنه تماد في خصامه وكانت اللحظة الفاصلة عندما احتاجت إليه وطلبت منه عدم السفر فلم تجده لأنه كان يتودد لأخرى لقد انطفأت الزوجة بسبب عدم إحساسه بها أما رامي فقد اشتعل ندما وحسرة وقرر حسن معاملتها والتودد إليها ربما حن قلبها وعادت إليه بحبها ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما